اشتركوا في القناة متمثلة بالجانب السياسي باعتبار أن الإمامة لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات جانبين الجانب الأول المتمثلة بالإمامة الدينية والجانب الثاني المتمثلة بالإمامة على مستوى السياسة فذهب أخواننا السنة إلى أن الإمامة لدى الإمامة متمثلة بالجانب السياسي وتم الاستدلال على هذا القول من خلال كلمات علماء أخواننا السنة أتباع أهل المدرسة أو أتباع مدرسة الخلافة وبالنسبة إلى أتباع مدرسة أهل البيت يذهبون إلى أن الإمامة تشمل الجانبين معاً على مستوى إمامة النبي على مستوى الدين وعلى مستوى السياسة في هذه الحلقة إن شاء الله نسأل سؤال ونقول ما هي مؤهلات الإمامة عند مدرسة أهل السنة باعتبار أن هناك مؤهلات لدى مدرسة أهل السنة بالنسبة إلى الإمام والإمامة وكذلك هناك مؤهلات للإمامة والإمام بالنسبة إلى مدرسة أتباع أهل البيت ألا وهم الشيعة فما هي مؤهلات الإمامة عند أهل السنة وكذلك مؤهلات الإمامة عند الشيعة فنقول انطلاقاً من البحث السابق في تبيين ما هي الإمامة عند أهل السنة لم يشترطوا في الإمام سوى عدة صلاحيات تشترط في عامة الرؤساء وإليك نصوصهم نحاول الآن ننقل بعض النصوص الواردة عن علماء أهل السنة يتبين من خلالها الشروط التي يشترطونها في الإمام أو في الإمامة أولاً قال الباقلاني يشترط في الإمام أن يكون قريشياً من صميم هذا واحد ثانياً أن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً ثانياً ثالثاً أن يكون ذا بصيرة بأمور الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور أما بالنسبة إلى عبد القاهر البغدادي قال أصحابنا هو القائل قال أصحابنا أن الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة شروط إذن الأخ السامع أو المستمعين الأول وهو الباقلاني أعطى ثلاث شروط للإمامة والثاني وهو عبد القاهر البغدادي يعطي للإمامة أربعة شروط قال أربعة شروط الشرط الأول العلم وأقل ما يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهد في الحلال والحرام إذن المرتبة الأولى أو الشرط الأول هو العلم الشرط الثاني العدالة والورع الشرط الثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة والشرط الرابع أن نسب أن يكون من قريش هذه أربعة شروط يشترطها عبد القاهر البغدادي وثالثا قال أبو الحسن البغدادي الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة إذن الأول قال ثلاث والثاني قال أربع والآن أبو الحسن البغدادي يضع سبعة شروط إلى الإمام قال الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة ما هذه الشروط أولا العدالة على شروطها الجامعة على شروطها الجامعة ثانيا العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام ثالثا سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان رابعا سلامة الأعضاء خامسا الرأي المنفي أو الرأي المفضي إلى سياسة الرعية عند رأي في السياسة بعد سادسا الشجاعة وسابعا النسب من قريش يشترط سبعة شروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص حتى يكون إماما رابعا قال ابن حزم يشترط فيه أمور هنا ابن حزم يشترط في الإمام أن يتصف بثمانية شروط يتصف بثمانية شروط إذن الرأي العالم الأول كان أربعة والثاني قلنا الرأي الأول كان ثلاثة اللي هو الباق اللاني والثاني لعبد القاهر أربعة والثالث لأبو الحسن البغدادي سبعة والرابع لابن حزم يشترط في الإمامة ثمانية شروط قال ابن حزم يشترط فيه أمور أولا أن يكون صلبه من قريش ثانيا أن يكون بالغا مميزا ثالثا أن يكون رجلا رابعا أن يكون مسلما خامسا أن يكون معتقدا لأمره وسادسا عالما بما يلزم من فرائض الدين وسابعا متقيا لله بالجملة وثامنا أن لا يكون مولا عليه طبعا هناك مجموعة ملاحظات على هذه الشروط الملاحظة الأولى أن اختلاف العلماء في عدد الشروط قلة وكثرة ناشئ من افتقاده من نص الشرعي يعني الآن من نشوف أكو اختلاف بالشروط معناته أنه ماكو نص شرعي وإلا لو كان هناك نص شرعي لما اختلفت الشروط بالكثرة والقلة نعم واحد يجي مثلا على قضية العدالة كل هذا يقول العدالة أن يكون كذا وكذا لأخر يقول كذا وكذا لكن مثلا الكل يثبت العدالة أما الآن الشروط فيها قلة وفيها كثرة فالقلة والكثرة تشير إلى عدم وجود النص ولذلك وقع العلماء في الاختلاف بالقلة والكثرة أن اختلافهم في عدد الشرائط قلة وكثرة في مجال الإمامة واعتقادهم أن منصب الإمامة مع عظمته لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم أنه الإمامة عظيمة ولها دور في حفظ الأمة إلا أن هؤلاء ذهبوا إلى أن الإمامة لم يرد فيها نص ولذلك هذه الشروط لم تكن منصوصة وبالنتيجة وقع فيها الاختلاف كثرة وقلة وإنما الموجود عندهم نصوص كلية تتكفل لتعين هذه الشروط والمصدر لهذه الشروط عندهم هو الاستحسان مصدر هذه الشروط عنده أخواننا أهل السنة هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية وملاحظة الأهداف التي يمارسها الإمام والخليفة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقطعا هذا مما ينبغي العجب منه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ترك بيان هذا الأمر المهم شرطا وصفة مع أنه بيّن أبسط الأشياء يعني الملفت للنظر حقيقة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله مع أن حياة الأمة وحياة الدين متوقفة على تحديد شروط الإمامة وشروط الخليفة كيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يترك هذا الأمر مع أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن أبسط الأمور في الشريعة المقدسة وأعطى شرائطها ووجه الناس في كيفية تحديدها هذا أولا ثانيا أن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه هنا في الشروط قالوا يشترض في الإمام أنه يكون عادل وإحنا في الحلقة السابقة نقلنا آراء بعض العلماء لأخواننا السنة أنهم قالوا وإن كان فاسقا لا يجب ولا يجوز على الأمة أن تخرج على إمام صلاحه هذا صار تضارب ما بين الرأي الأول أنه الفاسق ينبغي على الأمة أن لا تخرج عليه والآن يضعون شروط فيقولون أن الإمام يشترض فيه أن يكون عادل فهذه صحائف التاريخ من الذين تسنم معاوية عرش الخلافة إلى آخر خلفاء بني مروان خضبوا وجه الأرضي بدماء الأبرياء وقتلوا الصحابة والتابعين ولا نجد أن في الكتب الإسلامية من يعيب عليهم هذا الأمر بالرغم من أنهم يشترطون العدالة فأين العدالة إذن إذا كان الإمام يقتل ويسلب ويقصب حقوق الآخرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا لما فيه الصلاح ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد